شفت في جواري واحد شيخ كبير مريض عقلية شفت في جواري نسات ذو إعاقة ذهنية وجسدية شفت الخطيرة شفت إنسان المناهة عقلية روح نكوش فيه نظف فيه ونطلبوه أروح نظفوها أروح بالدور سبيطار ونندور نسلكو عنها كين واحد أخر ثاني خلص مطوف ملقاش مطوف تصريحات تدعون إلى تساؤل عن مدى مستقية فحوصات الطبية التي يخضع إليها الفائزون في قرعة الحج كخضوة تحدد مدى أهلية الشخصي البدنية والعقلية والنفسية لأداء مناسك الركني الخامس في الإسلام وتجعلنا نستفسر عن غرض من سمحوا لأنفسهم بالتوقيع على شهادة تؤكد أهلية الحاج أو الحجة ومنحهم موافقة لمغترة التراب الجزائري تجاه بيت الله الحرام وهم يعانون من أمراض مزمنة بل وحتى عقلية من زهايمر وغيرها من أمراض وشوفنا ناس مرضى مثلا جسديا وشوفنا ناس كبار كبار سن ياسر ما يقدرونش يجو وحدهم للحج ماذا بينا الظاهرة هذه يشوفوها بالاعتبار هذه الوضعية زادت من مشقة مهمة المرشدين ووكالات الأسفار في ظل تدهور الوضعية الصحية وحتى العقلية للعديد من الحجاج الجزائريين فهل ستتحرك الجهات الوصية لإشهار سيف الحساب والعقاب ضد ما تعمد مع سبق إصرار وترصد انتقاء ضيوف الله بإخضاعهم لفخصات طبية شكلية ألم يقل جل في علاه حج البيت لمن استطاع إليه سبيله صح يولون أن決به من حال حل